السلام على كاميرا اشتركوا في القناة لا تقول لي ليش لابس نفس اللبس لا يا جماعة لا بطيح الكاميرا دقيية لطيحين انكمل ليش لابس اللبس يا محمد في عدة فيديوهات لان يا جماعة تموت تعرفون شنو تعبي في اليوم اني بصور خمس مقاطع في اليوم اي نعم خمس مقاطع في اليوم لا تخيلوا مهاني قدب تعبي بلايكشي سبسكرابي ضيفي فيهم ما رح تخسر ولا شي بغدر لكم محتوى جميل متل مقاعد تشوفني ب اليوتيوب رح تشوفني قتك تك وانستجرام ولكن بمحتوى غير وانكمل القدم فيه ايضا تحفق القدم ومسؤول لك حياتي الشخصية يعني انك بتشوف اتكلام اخبار 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 مو الا يا جماعة نتكلام اخبار شوي نروح على ايطاليا رح اقلترا نمر شوي على امريكا هناك في لوس انجلس نشوف الاخبار نشوف الحارث شوف الجولف لا تصلى اكسر سبسكراب اسلام تكتور تحت تيك توك تحت الوصف يلا على الفيديو ابدأ من اول خبر في انجلترا توصل مجلس نادي مجلساتي الاتفاق كامل مع نادي ليدز ينايتد لضم اللاعب الانجليزي كالفين فيليبس وقيمة الصفقة تما يقول فابريز روماني واعدة الصحفين هي اثنين وربع مليون باون بالاضافة الى ثلاث مليون باون متغيرات او اضافات اصبت صغطة يا محمد بس نفي الخبر الثاني كنت تتكلم مو نشرة اخبارية عشان توصل لا تتكلم عادل اوكي حلو حسب الصحفي الايطالي فابريز روماني بعدما انقام يعني ماشيستر سيتي صفقة كالفين فيليبس الان سيتوجه الفريق الانجليزي الى التعاقد مع لاعب برايسون الاسباني مارك كوكرية الظاهر لا يصلك لسي الروح على لندن ترى للحين ولكن الروح على لندن لنادي ارسنل صفقة جيسوس رسميا جابريال خيسوس ينتقل من نادي ماشيستر سيتي لنادي ارسنل بقيمة الصفقة تقدر ايضا 45 مليون باوند ليش ايضا لان لو كاملة المتغيرات سمالة صفقة تقدر فيليبس صراحة صفقة 45 مليون باوند فنقول ايضا يعني قيمة الصفقة يا جماعة ماشيالله على مانشيستر سيتي في الادارة يا سلام عليك يا خلدول المبارك ويا سلام عليك يا بابي قورديو كيف يجب ان تبيع اللاعبين احتياطيين بهذه القيمة بس صراحة اللعب انبدع في الوديات مع ارسنل وسجلات ركية جماعة والروح للخبر الثالث هو الحارف عاشق الجولف جار بوبيلي انتقل من نادي ريال مادريد الاسباني لنادي لوس انجلس الامريكي بصفقة غريبة صراحة بل والله قادر ان يعطي بعض اداه افضل 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 ولكن بس خلاص يعني اللاعب عقلية عقلية دفرتها الخبر الرافع والقوي جدا يعني شوين برشلونك يعني هم جماهير ايضا وهم جمال تشيلسي وهم جماهير برشلونك هناك اللي بينهم حارف بقاط تتكلم عن تشيلسي حدد سعر الضهيرين الاسبانيين القيدهم سيزارز بلاكويتا والقيدهم الاخر ماركوس ألونزو حدد سعرين اللاعبين نفس السعر يقدر سعر الاسباني سيزارز بلاكويتا 13 مليون يورو وأيضا ماركوس ألونزو كالعادة أيضا كسيزارز بلاكويتا 13 مليون يورو هل انت تشوف ان السعر يعني رأى والمبالغ فيه انا بشوف انه مو مبالغ فيه فلنمتكلم عن ماركوس ألونزو و سيزارز بلاكويتا جودتهم معالي أجدا يجي معه واللاعبين يعني صراحة انه نتكلم 13 مليون و 13 مليون يورو يطلع معاك ايضا 16 مليون 26 مليون يورو هذا قيمة جيدة يعني صراحة انت لما تيدفعي يعني خلنا نتكلم جيسوس لعب احتياط مسيسر تستي دافع أرسنا عليه وارسنا اللي تدافع عليه انت مقادر تدفع 26 مليون يورو على ثلاني الضايرين غريب جدا يا برشلون فبالشباب اتمنى جميع المقطع اليوم لا تسول لكسر سبسرايب وما تبع سريح خفيف جميل جدا لا تدري كم مدته ولكن اعطناكم اربع اخبار جميلة جدا مرين على امريكا لشوية ايطاليا ان طبعا ايطاليا ما قلنا شو الخبر الخبر نميلا يقترب جدا ضم حاكيم زياج لعبة تشلسي تموم انكثر هذه الفيديوهات يا جماعة لايكش سبسكراب ايستجرام و تكتوك تحت اتباك تضيفوني وراح انكثر في هذه الفيديوهات يا جماعة والحين انا خلص هذا الفيديو عندي فيديو ثاني رح اروح الصورة نفس اللبس لا تتبين نفس اللبس فيديو ثاني يلا مع السلامة